السلام عليكم ازايكم متكاترة عاملين ايه الاخبار رب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم عن محاضرة من محاضرات شابتر GIT وهي محاضرة الانفلاماتوري باول ديزيز او الاختصارها كلمة IBD ازاي ما احنا عارفين بدأنا في دراسة GIT بدراسة الاسوفيجس وامراض الاسوفيجس وبعد كده اخدنا الاسطمك واتكلمنا على الامراض بتاعت الاسطمك وبعد كده اخدنا الاسمول انتستن واتكلمنا على الديزيز اللي بتحصل فيها وبعد كده النهاردة حلقتنا مع الارج انتستن اللي هو الكولون بتاعنا لما يحصل فيه امراض واشهر مرض بيحصل عندنا فيه هو مين الانفلاماتوري باول ديزيز او الاختصار بتاعها كلمة IBD المحاضرة دي قبل ما ندأ من المحاضرات المهمة جدا 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 في امتحان اخر السنة لان دي محاضرة رئيس الوحدة تمام بتاعت الJT وبيجي عليها اسئلة كتيرة جدا 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 طيب قبل ما نبدأ كلامنا عايزين نعرف ايه الامراض اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هنتكلم عن مراضين وهناخدهم في شكل كومبير بينهم وبين بعض المراضين دولت اللي هم مين مراض اسمه الكورونز ومراض تاني اسمه الالسيرتف كوليتس المراضين دولت يتكتر ار اوتو اميون ديزيز للناس اللي خدوا معايا رومتولوجي والناس اللي لسه ما خدوش رومتولوجي يعني ايه كلمة اوتو اميون ديزيز كلمة اوتو اميون ديزيز يعني مرض في جهاز المناعة بيطلع اجسام مضادة يروحيهاجم بها مين التيشوز بتاعتي يعني بدل ما يهاجم الاجسام الغريبة بدل مايهاجم الحاجات الفورن Hell In B. Bahrain يروحيهاجم مين السلف تيشوز بتاعنا طيب المرض بتاعنا دود عشان يتكون انا محتاج تلات حاجات محتاج اولا ان انا يكون عندي عامل وراسي محتاج ان انا يكون عندي جيناتك فكتور وتعرض لحاجات معينة في البيئة certain environmental factor الحاجتين دولت مع بعض حيقدوا الى ايه ان جهاز المناعة يتنشط بشكل غريب يعمل abnormal immune response الابنورمال immune response ده بيكون في شكل ان انا هكوون antibodies اجسام مضادة اسمها auto antibody كلمة auto يعني حتروح تأتاك الانتجين بتاعتي او التيشوز بتاعتي او الانسجة او الاعضاء بتاعتي خلاص كده مش هتهاجم الحاجات الفورن والاوتو انتيبادز دولت خلاص كده بيبقوا مسؤولين عن ايه هيهاجموا عندنا التيشوز كتيرة من ضمنهم حاجات ايه ليه علاقة بالمفاصل خلاص كده وحاجات تانية extra articular يعني النهاردة لو حنتكلم عندنا على الامراض بتاعتنا حيروح لأتاك مين لمين بس على فكرة دوليهم اعراض تانية موجودة في ايه في باقي الجسم بتاعنا طيب لو جيت بدأت باول مثالية بمرض الكرونز يقول لي انا اثبت منين ان مرض الكرونز ده فيه العامل الوراثي الجيناتك فاكتور قال لي اولا ان انا عندي بوست اثنين انه موجود عندنا في خمسة لثمانية في المائة من الحالات بتاعتنا اثنين ايه جين معين اسمه card 15 جين يبقى الحاجتين دولت اثبتولي ان انا عندي عامل ايه ان انا عندي عامل ايه عامل جيني طب ولما تعرض لحاجات معينة في الانفيرومنت زي ايه لو انا ساكن في الاماكن الاربن الاماكن هانا متحضرة او متقدمة او الاماكن في هاي سوشي اوكنوميك يعني ذات مستوى اجتماعي عالي او لو خدت اورا الكنتراسيبت في بيلز او كنت بشرة بسجاير او عملت عملية ابنديكتومي الحاجات دي كلها بتعتبر انفيرومنتال فاكتور اللي اثنين دولت مع بعض حيقدوا عندنا الامين abnormal immune response يطلع عندنا auto antibody اكسام مضادة بتشتغل على مين على السلف انتجي اللي هم اسموهم ايه الاسسي ايه او الاساسات كنا بينطقوها كلمة اسكا والاي ان سي ايه اللي هو الانكا antibody طيب تاني مرض بقى عندنا اللي هو مين اللي احنا هناخده الالسرتف كولايتس قال لي اثبت منين ان فيه عندنا عامل وراسي قال لي فيه بوسطة فاميلي هستري بس موجود عندنا يعني لو شخص عنده ممكن بالنسبة كبيرة ابنه يجيله ممكن يسأله عن ابوه او امه هل حد فيه كان عنده الالسرتف يقول لي او كان عنده الالسرتف وانجدوا جين معين اسوشيتد اسمه اله اللي ايه دي ارتو جين بيكون ايه بيكون بوسطة ولقوا برضو ان المرض ده بيحصل في الاماكن الاربن الاماكن المتقدمة اكتر من الاماكن الرورل بيحصل في السهي سوشي اي كونوميك وبيحصل عندنا مع الارال ايه مع الناس اللي بياخدوا اورال كونترا سيبتف ولكن لقوا ايه بقى ركزوا معايا في الحتة دي لقوا ان الريسك بتاعه بيئل 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 الريسك ان انا يجيلي اسرطف كولايتس مع الناس المدخنين بيتيجى في الامسكيو ولقوا كمان ان الريسك بيئل صلحوا كلمة دي وخليوها دكريز مع ايه مع الابندكتومي لما اعمل عملية اززايده يبقى لما اعمل عملية ازاي ده لقوا ان ريسك ان انا يجيلي الاصرتف كولايتس بيقل يبقى دولة كده الجيناتك ودولة الانفيرومنتل هما الاتنين مع بعض حيتلاؤه عندنا اوتو انتيبادي مين هو الاوتو انتيبادي بتاعنا؟ اللي هما نفس الانتيبادي الثانيين اللي هما الاسكا انتيبادي والانكا انتيبادي تمام؟ بس النسب تختلف خلاص ازاي بقى؟ اسكا هنا عندنا بنسبة 10% بس وانكا بنسبة ايه؟ 70% يعني الارقام عكس مين؟ عكس الارقام بتاعت الكورونز ديزيز والانتيبادي الثولد هيروحوا يعملوا ايه؟ هيقتك عندنا السلف أنتوجين بتاعنا تمام؟ والسلف أنتوجين دولد اللي من ضمنهم مين؟ اجي اي تي ويعمل عندنا اعراض في الجهاز الهضمي تبتعوني اراكاة الديفنيشن بتاع المرض بتاعنا؟ قال لي ده مرض اللي هو نبدأ بالكرونز الاول قال لي ده مرض كورونيك ريكورونت اينفلاميشن التهاب بيحصل عندنا في اي مكان من الجهاز الهضمي بتاعنا من اول الماوس من اول الفم تودا اينس لحد فتحة الشرج وبيقول لي ان الانفلاميشن ده بيكون ترانس ميورل يعني كلمة ترانس ميورل انا عارف ان الجدار بتاع الانتستن متكون من كذا طبقة ميوكوزة وصب ميوكوزة ومسكيلوزة وايه تالت الطبقة الخفيفة اللي من برك خالص اسمها سيروزة هو بيقول لي هو بيكون ترانس ميورل يعني بياخد كل الجدار ولكن بيكون اي بقى يعني الحتة اللي هيخدها هيخدها بكل الايه بكل الصمك بتاعها ولكن هي بتكون ايه بتكون باتشي يعني كلمة باتشي يعني مثلا مقصر على الريجين دي وسايب الريجين اللي بعدها ومقصر على الريجين دي يعني اخد حتة وسايب حتة فيسموها باتشي النيتشر طب يعني حتة فيها دزيز وحتة مش هيكون فيها دزيز نسمي الحتة اللي ما فيهش دزيز انها هربت من الليجين فنسميها ايه سكيب بنسمي المنظر ده سكيب ليجين يبقى ديزيز وبعد كده سكيب ليجين وبعد كده ديزيز وبعد كده سكيب ليجين وهكذا ديزيز ورا سكيب ليجين يبقى أنا كده تكلمت عن ديزيز عن مين عن القرونزي ديزيز ده التعريش بتاعه والكلام ده هيتكرر قدامه ده كثرة طب عندنا مرض تاني اسمه أصيرتف كولايتس قال لي المرض عبارة عن دينة عن ايه قال لي لا. ده مرض برضو عبارة عن كورونك مرض مزمن مرض مزمن الاتهف في القولون. يبقى الأنثرت في كولايتس بيحصل مين لي فين في القولون. التاني كان اي جزء من الجهاز الهضمي بتاعنا ممكن يحصل من اول الموس لحد الينس. لكن ده مين لي في الكولوم بتاعنا ياصر على انهي جزء ياصر مين لي على الريكتم. وبقى الافاكشن بتاعه في الميوكوزة يعني يأخذ الطبقة اللي فوق دي بس اللي هي الميوكوزة with or without plus minus السب ميوكوزة يعني بيأخذ الميوكوزة والسب ميوكوزة مالوش علاقة ولا بالمسكيلوزة ولا بالسيروزة ويقول لي ان الليجين اللي بيجي عندنا بيكون ايه بيكون كونتينيوس يعني كلمة كونتينيوس يعني يأخذ الحتة اللي هيعملها انفولفمنت يأخذها كلها خلاص كده ما يأخذش حتة ويسيب حتة زي ما كان بيحصل عندنا سكيب لا ده بيكون ايه كونتينيوس خلاص وبيسمو ايه ميوكوزة ديزيز الاسباب والباثوجينيس فهمناها طيب تعالوا نقرأ كده عن الكرونز بيقول لي المرض بتاعي دود ايه بيأثر على ايه قلنا اي جزء عندنا من ال جي اي تي تراكت بتاعنا اي جزء من اول الماوس لحد الينس لكن مين اكتر ما كان بيتأثر عندنا هو الجزء اللي اسمه الاليوسيكم انا عارف ان انا عندي هنا ده الكولون بالمنظر ده مصبوط كده ادي كده السيكم بتاعتنا ودخل فيها الاليوم قال لي ايه خلي بالك معاي اشهر ما كان يتأثر هو ده يتأثر عندي السيكم ومعا الاليوم نسميه الاليوسيكم ده المست كومن ايه بريزنتيشن اشهر بريزنتيشن ييجي عندنا من 40 الى 50 في ما بييجي في الامس كيو قال لي او لا ده ممكن العين ده يبقى عنده افكشن فين بس في الاليوم يبقى عنده افكشن بس في المنطقة دي نسميها ايه من الاليوم ده بيحصل عندنا من 30 الى 40 في المية من الحالات بتاعتنا قال لي لا ده ممكن العين يبقى عنده افكشن فين بس في الكولون بتاعنا يبقى اخذ ايه اخذ كلمة كولون يعني اخذ اللارج انتستن ومالوش علاقة باللسمول انتستن تماما خلاص يبقى اخذ عندنا اللارج انتستن قال لي او لا ممكن ييجي اخذ ايه اخذ الانا الكنال اخذ القناة اللي بيعدي فيها اللستول بتاعتنا اللي هي الانا الكنال بتاعتنا تمام ولكنه بيسبير مين قال لي سبيرنج الريكتم يعني سبيرنج الريكتم يعني بيستسني يعني مش بيينفولف مفيش اي مرض عندنا حصل فين في المستقيم في الريكتم بتاعنا يبقى انفولف انجلقينا الكنال ويزركتها لسبيرنج ودي بتيجي في الامسكيو يبقى مرض الكرونز مش بيأثر عندنا على الريكتم خالص تمام تمام ادي كده اول معلومة طب اما للمرض التاني اللي هو اسمه الالثرتف كوليتس ده شكله بيكون عامل ازاي او بيأثر على مين بصوا معايا ده كتر ادي كده عندي منظر الايه ادي المنظر عندنا تمام بتاع مين بتاع الايه اللارج انتستان والسبول انتستان ودي السيجمويد ودي الريكتم ونزل عندنا تحت الحد مين لحد الانال كنال بصوا ده كتر المرض ده بقى بيبدأ فين؟ اللي بيبدأ عند الايه نو ريكتال جونجشن يعني الجزء اللي بين المستقيم وبين الريكتم بتاعنا يبدأ هنا وقال لي يبدأ ان هو يبروجرس يعني المرض يزيد بروكزيميلي يعني يطلع لفوق تمام؟ وياخد variable amount of mean of colonic mucosa يعني كميات مختلفة من الكولون بتاعنا قال لي في 25% ان الحالات بيبقى involve just the rectum اللي هو باس Jenny اللي هو باس Toni مستقيم قال لي وفي من 25% ل50% بياخد الريكتم ومعاه كمان السجمويد ونسميها ساعتها ايه في الاول لو اخد الريكتم بس بنسميه internships لو اخد الريكتم ومعاه السجمويد بنسميه grandchildren يعني اخد الريكتم Damat means يعنيielle توافل ايه في الريكتم وفي المستقيم بتاعنا وده بيحصل في خمسة وعشرين لخمسين في المهم من الحالات وده برضه بتجيلكم كاتريكة MCQ قال لي او يكون اخذ عندي بتاعنا كلنا ساعتها نسميه ايه left side ايه بروكتايتس left side بروكتايتس نعرف ان ال descending colon على left side قال لي او يكون extending وصل لحد اللي splenic flexure احنا عارفين ان في كذا flexure موجودة في الكولون والجزء ده اسمه splenic flexure موجودة عن left side فيقول لي extending to the splenic flexure فيسموه ايه extensive colitis يناخد من اول انوركتال وطرى لحد فوق لحد ما عادة من اللي splenic flexure نسميه ساعتها extensive colitis قال لي او ممكن يكون اخذ القولون كله على بعضه نسميه pancolitis وده في اكتر من 20 فيما من الحالات قال لي او وده بيكون معاه high risk انه يقلب عندنا بcancer علموا عليها وكتبوا جنبها MCQ قال لي او ممكن يكون معاه حاجة اسمها ايه اخذ جزء من اللي small intestine بنسميها ساعتها ايه backwash ileitis يناخد القولون ومعاه جزء من ال intestine فنسميها backwash ileitis يعني التهاب في الايليم طب قال لي انا لو جيت بسيت على المنظر بالnaked eye كلمة بالnaked eye يعني بالمنظار انا كين مش عارف اخش يبقى بص بعيني جوه الايه جوه القولون او جوه الامعاء بتاعتنا فبص بالمنظار حلاقي ايه عن درب المنظار قال لي مبدئيا حلاقي ايه الليجينز الليجينز بتكون عبارة عن ايه بقى يعني في الكورونز ديزيز لو دي الميكوزة بتاعتنا الشخص بيكون عنده ايه جماعة بيكون عنده ulcers الulcers دي بتبقى superficial ulcers كده موجودة عنده بنسميها ايه افسوس ulcers قال لي وساعات الulcers دي بتبدأ انها ت enlarge تكبر وتبقى deep ulcers وساعاتها نسميها ايه long linear ulcers يبقى انا عندي اول نوع superficial ulcers يعني قرحة سطحية وساعات يبقى عندي ايه deep enlarged ulcers وده بنسميه الايه long linear ulcers تمام طيب واحنا اتفقنا ان المرض الكورونز ده لما بيغي يعمل عندنا involvement بيعمل ايه بياخد جزء معين من القولون صح كده ويسيب الباقي جزء معين ويسيب الباقي جزء معين ويسيب الباقي يعني بياخد جزء ويسيب جزء ياخد جزء ويسيب جزء سموا المنظر ده سموه شبه cobblestone appearance يعني ايه الكلام ده يعني ألاقي المنظر ده اهو معتزر اهو ده منظر القولون بتاعنا حتة involved وحتة متسابة حتة involved وحتة متسابة فعند عاملة منظر شبه مين شبه cobblestone اللي هو الحجر بيكون موجود في الشارع سموه ايه cobblestone appearance وده بيجي يا جماعة في الامسي كيو طيب القلسرز دي ساعات بتديب بتفضل مكملة اكتر يعني انا اتفقت ان انا عندي القلسرز موجودة عندي هنا صح كده اللي هي القلسرز ديت ساعات بتفضل انها تديب يعني تنزل ديبر وديبر وديبر ساعد ما تفتح على اية على اضدر ابقه جبها وتعمل عندنا حاجة اسمها اي에 thirstula يعني قنت بين القولون او بين الانتس دين nar وبين الثراف ممكن تقنى بينها وبين ال skin ممكن تعمل قناة بينها وبين فيستولا وبين منها وبين اثر ايه اثر ايه لوب من الانتستن او بينها وبين الفاجينا وحناخد امثلة الفيستيولة يبقى ممكن الالسر تمنتريت وتجو مور ديب وتنتهي عندنا بفورميشن اف ايه اف فيستيولة ممكن الشخص يحصل عنده هيلنج باي فيبروزيس يبقى عنده تلايفات يبقى دي كده ايه تاني حاجة موجودة عندنا والفايبروزيس دي بنسميها ايه القليق التلايف ده بنسميه استريكتشر واتفقنا ان الليجينز بتبقى بشكل حاجة اسمها يعني ما بين كل مكان فيه ديزيز والتاني بيكونها فيه عندنا ايه عندنا نورمال ميوكوزة عندنا ميوكوزة طبيعية واتفقنا ان ده سمناه القبلستون ابيرانس وقال لي ان المكان اللي عندنا اللي بيكون افاكتد اللي بيكون متأثر بيجي عليه جزء من الميزنتري بتاعيتنا احنا عارفين الميزنتري اللي موجود عندنا هنا بتبدأ انها تكريب الميزنتري اللي براعنا فاي تكريب اوور الديزيز بورشن ويعمل عليه ايه ويكورت يبقى بتسبريد اوفر الايه اوفر اللوب وبنسميه كريبنج فات يعني الاقي المنظر ده ده النورمال انتستنه خلاص كده طيب النورمالي الميزنتري مش هيجي يغطي الانتستن بتاعنا طب لو لقيت الميزنتري لافذ بالفاتس بتاعته كلها حوالين الايه كلها حوالين المكان الافاكتد بنسميها ايه كريبنج فات فات كده محوط المكان ودي منظر الفيشر هي الفيشر اللي موجود عندنا ودي الكرونز ديزيز بالقبل ستون ابيرنس بتاعنا طب وانا عشان كده لخصتها لكم بكلمة ايه قلتلكم عندنا قرح واربعة اف مين هما اللي اربعة اف اول اف عندنا هي الفيستولة وتاني اف عندنا هي الفيبروزس وتالت اف عندنا هي الفات كريبنج ورابعة اف عندنا هنزودها هي مين الفيشر انه ممكن يحصل عندنا ايه زي شرخ فيشر يبقى عندنا ايه اربعة اف فيشر وفيستولة وفيبروزس وفات كريبنج ولكن لما يبص بقى على الالسرتف كولايتس قال لي اولا الافاكشن بتاعنا بيكون ديفيوز افاكشن قلنا يعني ايه كلمة ديفيوز افاكشن يعني لو داد انتستاين اللوب بتاعنا الكرونز لما كان بيجي اثر كان بياخد جزء ويسيب جزء ياخد جزء ويسيب جزء كلمة سيميسكي بليجين لكن الالسرتف بياخد ديفيوز ياخد المنطقة اللي هي اثر عليها ياخدها كلها بيكون ديفيوز افاكشن اتنين بيقول لي الميوكوزة اللي فيها انفلاميشن بتبقى هاي بريميك يعني فيها ايه لونها احمر وفرجيل ضعيفة بتبليد ايزيلي انتوتش يعني مجرد ما لمسها بالمنظار تنزف على طول وايه كمان بقى قال لي ان انا عندي ألسرز عندي قرح موجودة عندنا يعني الميوكوزة الافاكتر دي بيكون فيها ألسرز طب حوالينا الألسرز عندنا ايه اتزا سايتوف ألسر فورميشن الميوكوزة اللي جنبها بتبقى منفوخة شوية عاملة شكل اديمة منتفخة طب والانتفاخ اللي فيها ده بيسمو ايه بيلك لايك بوليب بيشابه البوليب بس هو مش بوليب حقيقي فعشان كده بنسمي ايه سودو بوليب وده بيجيلكوا جماعة في الامسكيو طيب الالتهاب اللي عندنا ده بيعمل عندنا حاجة اسمها ايه لص أوف هاستريشن حنتفهم معنى الكلمة دي دلوقتي وبيقولي ان الميوكوزة بتاعتنا بتبقى بيل واتروفايد ده في الكرونيك كيسز وبيطلع فيها هنا بقى ايه لما المرد يبقى كرونيك ترو بوليب بوصوا جماعة ده المنظر عندنا بتاع ايه بتاع الكولوم بتاعنا شكله الطبيعي مفروض بتبقى فيه حتة تطلع وحتة تنزلة حتة تطلع وحتة تنزلة بنسميها ايه هاستريشن او بنسميها الهاسترة خلاص كده زي فولد كده تناية موجودة في الكولوم بتاعنا طب لما بيحصل فيه انفلاميشن اسمه ألسرتف كولايتس بيخلي التناية دي كلها تروح ويبقى ايه عنده لص اف دا هستريشن وبيسموها ايه شبه المصورة اللد بيسموها لد بايب أبيرنس او بيسموها فلات أبيرنس وبرده دا جماعة بيجي لكم في الامسي كيو طيب بالمايكروسكوب لما يجي بص تحت الميكروسكوب حقيق المنظر عندي عامل ازاي اولا اتفقنا في الكورونز للافكشن عندنا استرانزي ميورول يعني ااخد الجدار كله باكمله ميوكوزة وصاب ميوكوزة ومسكيلوزة لحد السيروزة اتنين بلاقي عندي حاجة اسمها جرانيولومة ودي بتبقى باسو جنوموليكين حاجة طاش خيصية للايه المرض الكورونز وكتبوا جنبها اций هجول اتنين بلاقي الليمفينوتزا عندنا بتبقى انلرجت عندناitäten في تلاقيها والليجينس او الرياضي من الحديد وحتى سبيرد وهي يعني حتى انفولفت حتة انفولفت وحتى سبيرد حتى انفولفت وحتى سبة part والالسير والالسير ما былаD 의akoration لكن في الالسيريكوليتس بيقصر بس عميوكوزة بلاس مينس السببيوكوزة وعندنا حاجة ثانية بنسميها كريبت OP natal خالص يعني اي كلمة كريبت normalized انا عرف ان انا عندي كده فيلاي وتحت الفلاي الحتة اللانزة دي بنسميها ايه الكريبت يبقى عندي فيلاي طلع كده وتحتهم في الكريبت الجزء ده بيبقى في ايه تجمع من الخلايا البيضاء عاملة عندنا حاجة اسمها ايه كريبت أبسس والجوبلة سل بتبدأ انها هتقل يبقى عندنا حاجة اسمها جوبلة سل ديبليشن خلاص وبيقولي على فكرة المرض ده بيكون بريماليجننت اشتبوا عليها احنا هنرجع لها بعد كده خلاص يبقى عندنا جوبلة سل ديبليشن والشخص بتاعنا ده بيكون ايه عنده كنتينيو اسباتر يعني ايه كلمة كنتينيو اسباتر يعني لو حتة انفولفت هتانفولف كل الايه كل السيجمنت هتبقى ايه متقصرة مش جزء او جزء او جزء ايه زي الكرونز والالصر زي فيها بتكون ايه سوبارفيشيال طب ايه الاعراض تاني حاجة هنتكلم عليها يمين الكلينيكال بيكتشر الاعراض اللي بتظهر عند العيات فالشخص اللي عنده كرونز انا بقسمه الى تلات اشكال اول شكل خالص الانفلاماتوري طيب وده هنتكلم عليه دلوقتي اتنين الفايبروس سينوتيك طيب الشخص اللي عنده فايبروسس عنده تلايفات والتلايفات دي عمل الديء في القولون بتاعنا فهتقدي عندنا الاعراض اللي هي علاقة بالانتستاينال اوبستركشن وثالث حاجة هي ايه الفيستيولايزنج طيب اللي هو بيكون فيستيولا او زي قناة او تراك بين تو انتستاينال ليومن خلاص كده او بين ايه بين اتنين ليومن سواء ده اتنين انتستاينال لوبس او سواء الانتستن والسكن او سواء الانتستن عندنا و البلدر هنفهم الكلام ده دلوقتي قدام بالتفصيل اقول لي الكرونيك انفلاوتريستيج قال لي لو انا عندي بس التهاب في القولون بتاعي بيبقى عندنا كل كبين بيجي عندنا في الرايت لوور كوادرنت اشمعنا الرايت لوور كوادرنت لان هو ده المكان اللي في الايليم وفي استيكم اشهر مكانين يحصل فيهم مرض مين مرض الكرونز وعندنا ضيارية اسهال ولكنه بيكون ضيارية ضيارية مهمة وبيقول لي رير قوي ان العين يبقى عنده هيماتوكيزيا كلمة هيماتوكيزيا يعني فراش بلطفل الثوم وعندنا كمان لو جريت فيفر وفتيج ويت لوس ومالييز والاعراض دي كلها عشان تبقوا عارفين ليها ريليشن بمين ان الشخص بتاعنا ده عنده مال ابزوبشن لان الايليم ده مسؤول عندنا عن الامتصاص فانا لما يبقى عندي افاق الالتهاب في الايليم يبقى مش هيقدر يقدي وظيفته بنجاح فيبقى عندنا مال ابزوبشن فالشخص يجيله ويت لوس وفتيج ومالييز وهكذا طيب قال لي الشخص بتاعنا ممكن يجيله هاي جريت فيفر نتيجة حدوث ايه ابسس يحصل دفلوبنت اف ابسس يعني خراج يتكون عندنا انطوب اف دي كرونز ديزيز قال لي او ممكن الشخص بتاعنا يجيله بريانل يعني مرض حوالين قناة الشرك سواء ابسس او سواء فشر او سواء فستولة يعني شرخ او خراج او يعمل عندنا ايه زي ايه فستولة توصل عندنا بين الانس وبين مين وبين الاسكن طيب ايه ساينز اللي انا بلاقيها اولا لو جيتها فحص بطن العين بطن العين ده فيه الاتهاب عندنا في الانتستن فلاقي تندرنس اولوفر الابدوم بتاعنا كله اسبيشالي وبالذات في الرايت اليكفوصة بتاعتنا اتنين ممكن ان الاني هلاقي عندنا بلببل ماس احس عندي ايه حتة كده زي بلببل يعني حاجة قادرة مساكة بأيدي وماسكة يعني كتلة احسها تحت ايدي دي ممكن تكون ايه ممكن تكون ليه علاقة اني عندي ابسس مكون ابسس او ممكن يكون ليها علاقة اني عندي ايه سيكند لوب يعني جزء من الانتستن عندنا فيه انفلاميشن وايه ومنتفخ عامل يعني فيه ايه ايه از زايد السمك بتاعه زايد السمك بتاعه سيكند لوب قال لي ممكن اعمل بي ار اللي هو فحصة شراجي اللي هو اسمه بالركتال ايجزامينيشن اولاي ابسس اولاي فيستولا اولاي فيشر اولاي بروليبس ليش مهم بروليبس يمني ابسس وفيستولا وفيشر بكده ابقى انا خلصت الاعراض اللي بتحصل عندنا كايه كجاسترو انتستاينال ماليفستيشن بتاعت مين مرض الكورونز طب عايز اخد الاعراض اللي بتحصل عندنا في حالة الالسرتف كوليتس قال لي بوص معي مرض الالسرتف كوليتس ده قال لي اولا هو عنده ريمشن اندري لابس ايه الاعراض اللي بتزهر عندنا مع شخص عنده الالسرتف كوليتس كوليكي لفت ابدومينا البين طب اشمعني هنا البين موجود في اللفت سايت لان المستقوم الافكشن يحصل ركتوسيجمويت طيب وضيارية لكن الضيارية هنا بتكون ايه بلادي ضيارية وبنسميها ايه ديزنتري يعني نزيف عندنا فين في اللستول بتاعنا وتنزمس يعني كلمة تنزمس يعني العييه ويطلع عنده sense of incomplete evacuation يعني بعد ما يطلع من الحمام يحس انه ايه لسه ما عملش ايه ما فضاش كله في بطنه وممكن فيفر وتندرنس في الابدومن بتاعنا تمام يعني لما يجي اعم افحص الابدومن الاقي فيه اماكن فيها وجع ويتلوس وانيميا ودكريز في كمية الالبومن قال لي بقسم المرض بتاعي ده الى according to severity على حسب الشدة الى ثلاث ايه ثلاثة ليبل يئما ان يكون mild يئما ان يكون moderate يئما ان هو يكون severe قال لي امت اقول عن المرأة عنده mild انا اتفاقت انه عنده بلادي ضريق عنده اسهال في نزيف قال لي لو بيخش الحمام اربع مرات في اليوم والسطول النازل منه والفورميد سطول او سيميفورميد سطول يعني متكون بشكل صلب خلاص كده او ايه او يعني الصلبية اللي فيه مش صلب قوي بيسموه سيميفورميد يعني جزء منه وطري وجزء منه ايه solid قال لي لا طب لو كان الموشن من اربعة لست مرات يعني اكتر في اليوم وبيخش بينزل blood frequent bleeding وعنده fever بس الفيفر mild وعنده انيميا ولكنها mild انيميا برضه وعنده hypo قلبه منيميا ساعتها بسمي العيام ده مدرت طب لو كان المرض بتاعنا severe بيخش الحمام اكتر من 6 مرات في اليوم وبينزف جدا تمام وعنده high fever يعني درجة حرار عالية جدا وعنده severe anemia وسيفير hypo albuminemia يعني كمية الالبوم بتاعتنا قليلة اقل من كام من 3 جرام بيرد سليدر ساعتها بسمي المرض بتاعنا ده severe ساعات بيجيلكو a criteria of severe ulcerative colitis في الامسي كيو طب سؤالي ليه العالي حيجيله fever لان ده التهاب والالتهاب بيكون معاس استماتيك ما نفسيش اللي هي fever ليه حيجيله bleeding ليه يجيله نزيف لان المرض عبارة عندنا عن ايه عن قرح ألسرز والألسرز دي ممكن تأفسر عندنا عن بلاد فسل وتعمل نزيف عندنا ايه bleeding موجود عندنا طب ليه جيلنا hypo albuminemia لان انا بخسر خلاص كده بروتين في الايه في الافرازات اللي انا بطلحها او في الايه في الظاهرية اللي بتنزل مني بنسمي المرض ده protein losing entropocy يعني entropocy يعني مرض في الانتستن بيخسرني بروتين طب يعمل عندي الايه الhypo albuminemia طيب احنا اتفاقنا ان المرض بتاعنا ده autoimmune disease صح كده مالوش بس اعراض في الجهاز الهضمي قلنا الauto antibody ساعد بيروح يأتاك اشياء اخرى other organs other structures عندنا زي مين بقى جماعة اولا زي مثلا الجوينت فعندنا extra colonic manifestation يعني اعراض خارج الجهاز الهضمي مضونة بيحصلوا في الاثنين في الاثراتف وفي الكرونز disease يروح يأتاك المرض يعمل عندنا حاجة اسمها reactive arthrobacy كلمة arthro يعني مفصل وopathy معناها disease يعني مرض في المفاصل يكون asymmetric يعني الجزء المين مش ده جزء الشمال من الجسم migratory يعني بيتنقل من مكان لمكان oligo articular يعني بيأثر على اقل من اربع مفاصل non deforming يعني مش بيعمل تشوهات في المفاصل arthritis وقال لي ان هو بيكون strongly associated يعني بيكون ليه علاقة وطيدة بالاقلونيك انفولومنت بالاقلونيك انفولومنت يعني لو القولون بتاعنا كان الافكشن اللي فيه سيفير هيبقى الارثرايتس بتاعنا الافكشن اللي فيه برضو ايه سيفير ويقول لي ان العيان ده بيخف مع العلاج بيريزولف مع علاج الايه الالسورتيف او الكرونز ريزيز ايه من ضمن اللي في المفاصل reaching variable كأنها مفاصلة ايليك جينت ولم نتمكن اسمها النبويله المفاصلة الافكشن Librizn هو الساكرويليك واناكرويليك هو اشهر جينتا عندنا بيتقصر فى المرض park ولمش مهم السطر دى يقول لي ممكن ايقلب عندنا بمرض اسمه انكلوزنج حتفهموا الكلام ده لما اخدو ايه الروماتولوجي يأثر على إيه كمان.. يأثر على أل اي بيعمل التهيف في اليوفيورية يعمل عندنا يوفيويتس والتهب في اسكيليرا يعمل عندنا اسكيليراتس أو سعب بيناس habr Twaud itd لو كانت هيEP ovMM و يعمل عندنا الثاف الملتحمة بنسميه كونجنتايفايتس أيضا سعب نجلاب الملادsh يعمل عندنا الثافات عن الجلد بنسميه إيريثيمانو دا هذا ملك سيحدث في الألثرة في الولى INC طيب ومرض الكورونزي ديزيز بيعمل عندنا حاجة اسمها ايه؟ بايو ديرما جانجريوزم يبقى الألسرتف بيكون معه ايروثيما ندوزم لكن الكورونز معه مرض تاني فى الجلد اسمه بايو ديرما جانجريوزم كانت تحصل عندنا فى الجلد بتاعه طب الماذا، الفم بيحصل في ايه؟ بيجى فيه ألسرتف كوليتس افسوس ألسرتف كوليتس قرح بسيطة طب وفى حالة الكورونزي ديزيز بيبقى عندنا ايه؟ بيرتروفي اوفزاليبس يعني انتفاخ في الشفاة طب في اللنج بيحصل عندنا برونكيكتز وفي الليفر بيحصل عندنا التهاف في الليفر بيحصل عندنا هباطايتس ممكن يقلب عندنا الى تلايف الكبد بنسميه بيلياريسيروزس وصحات الشخص بتاعنا بيجيله ايه؟ التهاف في القنوات المرارية بنسميه اسكيلروزينج كولانجايتس برايمير اسكيلروزينج كولانجايتس ده بيحصل عندنا Svenski مع انيه مرض مع مرض الالصراتيف كولايتس إذا بيحصل عندنا اسمه الالصراتيف كولايتس مش مع الكرونز الديزيز يبقى الالصراتيف نسبته اكتر من الكرونز ان يجي عندنا سكيلروزين كولانجايتس طب وحاجة تانية احنا التفاقنى من اللي بيأثر من اللي عندنا على الايليم ها؟ الكرونز الديزيز والايليم ايه الانتصاص مين؟ البايل صح كده كنت متصص في البايل ومتصص في الفاس بتاعتي فلو انا عندي مشكلة في انتصاص البايل لتيجة decreased bile absorption بتبدأ كمية الكوليسترول تزيد فيبدأ يزيد عندي نسبة حدوث الحصوات اللي بتتكون عندنا من الكوليسترول في المرارة بنسميه كوليسترول جولستونز ده لو عندنا إليا الدزيز وده اللي بيحصل عندنا في حالات مين الكورونز ديزيز يبقى الكورونز ديزيز بيكون معاه كوليسترول جولستونز طيب ايه الكمبيكيشن ايه الاعراض الجنبية يقلي في حالة الكورونز ديزيز ممكن الشخص يجيله ابسس يعني يحصل عنده خراج في القولون بتاعه يعني اتندر يعني ما جا فحصه قرينا عم بيتقلم في المكان اللي فيه عندنا الابسس وعندنا السخونية فيفر والوايبراتسيل كاونت بتاعنا عالي وعلاجه ان انا اعمل ايه اعمل درينيج يعني ايه يعني افتح الخراج ده وفضيه خلاص كده ودي العيان بتاعنا ايه اتنين لو الشخص بتاعنا عنده فيبروزس عنده يعني عنده ايه تلايوفات هتبدأ نتيجة الاكيوت انفلاميشن بيحصل عنده ايه ايديمة يبقى القولون بتاعنا منتفخ يحصل فيه ايديمة كده ينتفخ يميين عندنا فيفر ايبروزس بفايبرستيشو طب لو هامن اعمل عندنا هيل بفايبروزس هيبدأ يديق عندنا ايه الكولون بتاعنا ويعمل عندنا اوبستركشن يعمل عندنا ايه اوبستركشن سدد في القولون طيب او ممكن يتكون عندنا فيستولة احنا قلنا ان في الكرونز الالسر بتبدأ انها تديب 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 لحد ما تكون عندنا ايه فيستولة ستريكت يوصل بين القولون وبين اي حاجة حواليه ممكن يوصل بين الانتستن ويه الاسطمك نسميه ساعتا نسميه انتيرو جاسترك فيستولة او نوع تاني اسمه انتيرو انتيرك فيستولة يعني ايه يعني يوصل عندنا بين الانتستن او بين القولون بتاعنا خلاص كده وبين مين سواءго نوع او المال يوصل بينه وبين او العنافج انتستيين اللوب ساعتا نسميه انتيرو انتيرك وقال لي دا ساعتها ممكن يعمل ايه يوصل مثلا لعنا المال وมال انتستن والشرين فيدخل بكتيريا كثيرة فيعمل عندنا بكتيريال اوفويرجوز سيندروم مثلا او كله يوصل عندنا بين الانتستن وبين التأكب اللي هي المسانة يعمل شيء اسمه إنتيرو فيزינו فيستولا أو بين الأنتستن وبين الفجينا يعمل إنتيرو فيينا فيستولا هذا يؤدي لنا إلى يند الى cervical infection إما في الفجينا أو في السيدات إما ki wir생ية crime يعني في الورين البلدس some of our eyes أو يعمل لكazz euch ifzti أو ممكن الشخص يأتي له أمرض حوالينا رائنا قلنا إما شرخ ، فستولة ، إما فشر ، إما فستولة ، يعني يجيله حاجة اسمها نظور أو يجيله إيه ، فستولة أو إن الشخص بتاعنا ده يجيله ماريجننسي سرطان ولكن قال لي خلي بالك الماريجننسي ده بيكون يبقى الكرونزيز ماريجننسي في القوة لكن ممكن يعمل ماريجننسي عندنا فيه في السمول انتستان الاستفير بليدن ان انا جيل نزيف ان يحصل عندنا فيه في الكرونزي ديزيز ولكن ممكن للشخص يجيله مال أبزوربشن سبيشي لفيتامين بي 12 وللبيل أسد لأن دولت ايه بيبقوا نتيجة الأفاكشن بتاع مين الإليم وإحنا عارفين ان لما يقل عندي البيل أسد حيحصل عندي ثات مال أبزوربشن خلاص ويزود نسبة حوصل الستونز اشتبوا الكلمة دي وكتبوا عليها كوليسترول استونز ولكن مرض الألسرتف كوليتس ممكن يجيلي حاجة اسمها توكسيك ميجا كولون عبارة عن ايه توكسيك ميجا كولون ده جماعة؟ الانتستن بتاعنا لو كان عندنا بان كوليتس بتبدأ الانتستن تنتفخ انتفاخ شديد اللوجي انتستن بتاعتنا خلاص كده يبقى منفوخ انتفاخ شديد جدا نسميها ايه؟ توكسيك ميجا كولون ميجا يعني كبير وايه وكولون يعني القولون بتاعنا ديستندد يقولي ده بيحصل عندنا في حالة البان كوليتس العين ده عنده فيفر سخونية وسيفير اب دومينال دستنشل انتفاخ شديد في البط وقلة في معدل الايه؟ الاسهال الضارية تمام؟ ليه بقى؟ لان الشخص بتاعنا ده الالتهاب اللي حصل عنده في الول خلى الول بتاعنا ما يحصلش فيه بريستاليسز فكل الكنتنت تبدأ انها تتكوم فيبدأ القولون ان هو ايه؟ ينتفخ يبقى عندنا ايه؟ ديكريز باول ساوند يعني ما عندناش بريستاليسز يعني محط السماعة مش هسمع بريستاليسز وعندنا ايه كمان؟ اسحبوا على الكلمة دي عندنا هارتريت اكتر من عشرين وليوكو مائز اكتر من عشرين قصدي يعني عندنا تاكيكارديا وليوكوسيت اكتر من حداشر الف يعني عندنا اليوكوسيتوزز ويقول لي العين ده اوعى تعمله بريم انما يعني اتدخل ايه بريم عن طريق حقنة شرق لان دي ممكن تخلي القولون ينفجر لان القولون منتفخ جداً لو ضغط عليه بحقنة شرقية بحن منها انما عشان اصور ممكن ينفجر وانا هتعمل كولون سكوب اللي هو المنزار اللي ممكن نعمله عندنا من تحت النخلون انس لان برضو ده ممكن لو دخل ينفجر يقول لي ايه بقى؟ يقول لي باشخصوا ازاي طيب بالاكستري اعمل اكستري هلاقي القولون نويتس بتاعنا اكتر من كام؟ اكتر من ستة سنتيمتر وقادي المنزر عندنا اهو يا جماعة بتاع النورمال كولون شايفين شكله عامل ازاي؟ وقادي التوكسيك ميجا كولون انتفاخ شديد جداً فيه في القولون بتاعنا خلاص؟ بصوا منظر بالاكستري بيكون عامل ازاي؟ اجائس الويتس هنا لي اكتر من ستة سنتيمتر بالاكستري اشخص على طول ان الشخص ده عنده ايه؟ توكسيك ميجا كولون ممكن يحصل عندي ايه؟ بيرفوريشن يعني ينفجر القولون كواحد من ضمن الكمبيليكيشن بتاعت مرض الالسرتف كوليتس بيقول لي اكتر مكان يحصل فيه هو السيجمويد كولون بيجي في الامسيكيو قال لي سواء انا عندي قبلها توكسيك ميجا كولون او ما عنديش ميجا كولون وقالنا بيتشخص ازاي البرفوريشن؟ ايه؟ ولو احنا متفقيم البيبتيك ألسر كلنا بيلاقي عندنا حاجة اسمها ايه؟ اير اندر دافرام لو انتوا فاكرين طيب ممكن يبع عندي ايه كمان؟ هيموريج نزيف نتيجة ايروجن لايه؟ لبلوت فيسل ممكن يحصل عندي ستريكتشر قال لي بلكن ده انكمن عن عكس الكرونز اللي كان فيه كومن يبال كرونز كان كومن ان يحصل فيه ستريكتشر وتعمل عندنا انصال امسركش يكن انكمن ولو حصلت ساسبكت ماريجننسي فاكر ان السبب بتاعنا هو ايه؟ سرطان وده بييجي في الامسكيو قال لي ممكن ان المرض بتاعنا يقلب من ما بلايج ننسي واكتبه جنبها ان ده مور كومن يعني اكثر شيوعا تمام؟ زين مين؟ الكرونز ديزيز يبقى الالسرتف نسبته انه يتحول عندنا السرطان زين الكرونز ديزيز وبيقول لي ده بيكون ريليتة عندنا لدي وريم يعني عندي المرض والاكستنت بتاعه خلاص كده يعني كلمة الاكستنت يعني قدي المرض بتاعنا ده سيفير فعشان كده من المفضل اعمل من زار خلاص كده للقولون بتاعنا كل سنة ولو فيه ديسبليزيا خلاص كده اعمل ايه؟ يعني كلمة ديسبليزيا قولنا دي المرحلة اللي بتكون موجودة عندنا قبل ما ايه؟ قبل ما اتحول لسرطان يعني دي بيبقى ليجين بريماريبنت اعمل ايه؟ كوليكتومي طيب بعد كده هنتكلم على ايه؟ على الانفستيجيشن الفحوصات اللي انا بعملها لعيين عنده مرض الاي بي دي قال لي مبدئيا ممكن اعمل كولونوسكوب وقال لي ان الكولونوسكوب اللي هو المنظار بتاع القولون خلاص او في العموم المفروض نصلح الكلمة دي ونخليها ايه؟ اندوسكوب لان احنا اتفقنا مرض الكورونز ده ممكن يأثر على ايه جزء مش بس بيجي في القولون فالاندوسكوب يعني من منظار الجهاز الهضمي في العموم ده احسن طريقة ده الجولد ستاندرد او الجولدين دياجنوستيك تول يعني الافضل في تشخيص الاي بي دي سواء الالسرطيف او الكورونز ديزيز وبعد كده بيقول لي اللاب انفستيجيشن اللي انا بعملها ممكن اعلم شوية فحوصات في المعمل هلاقي الشخص ده عنده انيميا هلاقي عنده كمية الوايبلات سيلزي بتاعته عالية وليه كمية الوايبلات سيلزي بتاعته عالية يعني عنده ليوكوسيتوزيس نتيجة ان ده التهاب ده اوتو ايميون راكشن خلاص عنده ثرومبوسيتوزيس كمية الصفايح عنده عالية بيبقى عنده هايبو ألبومينيميا الحتة دي مهمة جدا ليه بقى؟ لان ساعات بنتسأل يقول لنا ايه الشخص ده ليه بيعاني من اديمة؟ لان هو لما بيحصل دامج عنده في الميوكوزة بتاعته بيحصل عنده حاجة اسمها بروتين لوزنج انتروبوسي بيبدأ يخسر بروتينات بروتين لوزنج انتروبوسي والبروتين اللي عنده دود هيعمل عنده ايه لما يبدأ ان هو يخسره بيبقى عنده حاجة اسمها هايبو ألبومينيميا كمية الألبومين تقل ده نوع من انوع الانفلاميشن فاكيد دلالة الالتهاب اللي هم الاسر الالتهاب والسيري اكتف بروتين سي ار بي هم الاثنين هيكونوا إلفيتد ياريت نزودها طيب عندي حاجة مهمة جدا وهي مين؟ اللستول اللي لما اجي اجيب الستول بتاع الشخص اللي عنده اي بي دي وابص عليه بلاقي فيه وايد بلود سيلز بلاقي فيه ليوكو سايت ولاقي فيه مادة اسمها الكال بروتين ولاقي فيه مادة اسمها لاكتوفرين التلات مواد دولاد لما اجيبت انديكيشن ان احنا عندنا ايه انفلاميشن طيب بالنسبة للكرونز ديزيز قال لي ايه بقى قال لي انت لو جيت عملت حاجة اسمها الباريام فولو ثرو يعني ايه باريام فولو ثرو؟ الباريام ده احنا اتفقنا ان ده كان نوع من انواع الاشععات اللي احنا بنعملها خلاص كنت بجيب العيان وبشربه مادة اسمها باريام مادة الباريام دي بتنزل تصبخ الجهاز الهضمي بتاعنا لما اجي اصور بالأكس ري يديني شكل معين فقال لي حلقة شكل مين؟ حلقة سكيب ليجين وحلقة حاجة اسمها كابلستون ليجين خلاص احنا عرفنا كابلستون ده جاء ليه وفهمنا كلمة سكيب ليجين دي برضو جاءت منين؟ طب ويعني ايه باريام فولو ثرو؟ احنا الباريام عندنا زي ما اتفقنا انواع كتيرة قلنا نوع سمينا باريام اسوله وقلنا ده اللي بيصور مين المريء وعندنا واحد تاني اسمه باريام ميل والباريام ميل ده اللي بيصور مين الاستومك وعندنا باريام فولو ثرو وده اللي بيصور عندنا من السمول انتستن وناعرف ان الكرونز ده من اللي بيجي عندنا في السمول انتستن باريام انيما وده اللي هو فشكل عنحوقنا شراجيا وده علي الخلاص هنلariori أو الكولون بتاعنا فقال لي انا ممكن اعمل باريام فولو ثرو هلقي فيهadores 당 bracht قال لي او ممكن اعمل بريم انيما الله طبعا بريم انيما ليه ما اتفقنا الكرونز ممكن يأثر على اي مكان في الجهاز الهضمي بتاعنا من اول الموت لحد الانس فقال لي حلاقي عندي ايه برضو ايه عندي اولتريشن في الميوكوزة بس خلي بالي الولتريشن ده ايه اس اسيمتريك يعني كلمة اسيمتريك يعني لما بياخد منطقة من الميوكوزة من الكولون بياخدها كلها بياخد حتة او حتة لا خلاص كده اعمل اسكيبليجن تمام؟ وساعات احنا اتفقنا ان ممكن المكان اللي فيه عندنا كرونز يبقى فيه يبقى فيه ديئة طب والديئ ده لما بيكون موجود عندنا لما تيجي الصبغة لو مثلا هفترض ان الصبغة لونها اخضر وحتيجي تعدي عندنا هي المفروض بتعدي هتبتاخد الواتس عندنا بتاع الكولون كله وهي معدية طب في المكان اللي فيه ديئة هتعمل ايه زي خط رفيع بعدين ترجع تاني ايه؟ توسع تاني سموها اي دي سموها string sign يبقى area of narrowing يعني مكان من الضيق وده حصل نتيجة عندنا وجود structure بيسموها string sign دي بتجيلكم برضو في الامسكيو وبيقول لي بلاش تعمل ببريهم انيما لو الشخص ده كان عنده ايه؟ كان عنده ميجا كولون خلاص كده يبقى ايه؟ يبقى بلاش تعمله في الميجا كولون ممكن يعمله حاجة يسمى يعني المرض يسوق وممكن اعمل CT يساعدني في تشخيص وجود أبسس او وجود فستولة زي مثلا على سبيل المثال الانتيرو فزيك الفستولة وممكن اعمل منظار المنظار هيوريني ايه؟ هوريني classical picture الهون منظر انا قلت عليه ايه؟ بال naked eye appearance لو تفكروا قلنا عليه قبل كده او gross appearance بتاعنا والمنظار كمان يساعدني ان انا ااخد biopsy لان احنا اتفقنا ال IPD هما الاثنين عرضة ان يقلبوا عندنا بايه؟ بسرطان فبساعد باخد عينة او confirm diagnosis في حالة الكرونز بوجود الجرانيولومة وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ باخد عينة عشان اتأكد ان انا ما عنديش سرطان طيب اللي بعده؟ لو جيت عملت serological test يعني كلمة serology يعني باخد عينة من السيرم ودور فيها على ال anti body او ال auto antibodies بتاعتنا هما نوعين واحد اسمه اسكا والتاني اسمه انكا اسكا ده بيكون بسطف في 70% of the cases ولكن انكا ده بيكون بسطف في قد ايه؟ زي ما اتفقنا ده نوع من انواع ال auto antibodies اللي بيروح يأتاكش GIT والاثر body t-shirts بتاعتنا وده برضو نوع من انواع ال anti body اللي بيروح يأتاك ده نسبة وجوده 70% ده نسبة وجوده في حالات بس 10% وعلى فكرة يعني نسبة الاحداث والعكس صحيح في ال ulcerative colitis الاسكا نسبته قدي بس 10% والانكا نسبته قدي بس 70% ايه بتاعتنا اللي ممكن اعمل colonoscope اعمل ايه؟ اعمل منظر للقولون عشان او الاقي بي ادور فيه على مين؟ على الباصوليش بتاعتنا او ممكن اعمل حاجة اسمها ال barium enema خلاص وقلنا بالليه عندنا loss of frustration وسميناها البايب stem appearance يا شبه المصورة وممكن اعمل بلين x-ray نشخص بيها ميجا كولوم قلنا لما يبقى اكتر من 6 سنتيمتر الواتس بتاع الكولوم بتاعنا وممكن نشخص بيها برضو اللي هو كنا بلاقي حاجة اسمها ايه؟ air under diaphragm طيب اعلج العيان ده ازاي؟ عيان جايلي بالمنظر ده وعايز ايه؟ ياخد treatment مادئيا اهم خطة واهم طريقة عندي في العلاج بتاعي ان انا هدي ادوية تعمل ايه؟ توقف جهاز المناعة تعمل immune suppression طيب عايز تركيش ريت في الحتة دي يعني ادوية توقف جهاز المناعة بحيث انه مطلعش اجسام مضادة ولا يطلع خلايا بيضاء بتروح تهاجم عندنا مين ال 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 تشيزة عايزكم تعلموا على الكلام بس اللي حقول تعلموا عليه مبدئيا التريتمنت في حالات الكرونز ديزيز قال لي مبدئيا ده بدأ بدا واسمه الفايف امينو سلسلسل اسد او الفايف اس ا 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 س Song في دوية عندنا اسمه suff السالفة سالازين هذا يبقى عبره عن 5-aminosacetic acid مع دواة تانية اسمه السالفة بيريدين يعمل عكس جهاز المناعة الميكانيزم بتاعه لا يهمني او يهمني انه اول لاين استخدمه عندي في العلقة اثنين الكورتيزون يوقف هذا الكورتيزون يوقف شغل الخلايا ويوقف الفاجوسيتكسل لا يخلاش يعمل فالشيءين يعملوا كاميونوصابرسيف يصبطوا جهاز المناعة قال لي على فكرة الكورتيزون هذا الكورتيزون ليس بديل اي حد لا ده انا بديه تمام؟ لناس سيفير ال يعني ناس ايه تعبنين جدا ناس سيفير ال عندهم مرض شديد ولازم العيان ده يكون هسبتالايزد بدهولهم في شكل اي في انترافينيس ميسايل بريدنيزيرون ده نوع من اراه الكورتيزون والحد ده من العين يخش في مرحلة شفائي يخش في ريميشل اوكر بعد كده ببدأ اقل للجرعة دوز بتاعتنا طب ايه الاعراض الجانبية للكورتيزون ليه ما استخدمش الكورتيزون على طول وباستخدمه بس في سيفير كيز بيعمل اعراض جانبية كتير جدا ويت جين اكني هايبرتنشن دايبيتس انفكشن اوستيبروزس من المفضل ان انا استخدم دواء معين اسمه ايه عشو بعمش اقراض الجانبية لوكال اكتنج استيرويد يعني نوع من انواع الكورتيزون بيشتغل لوكالي يعني ايه لوكالي يعني موضعي يعني بيشتغل بس على الانتستين بيشتغل اللي في عندنا التاب زي دواء اسمه البوديسونايد مش بيشتغل على كل ايه اعضاء الجسم بتاعنا ويعمل عندنا ايه ويعمل عندنا سيستماتيك سايد افكت تمام يبقى نوع سيستماتيك سايد افكت لو العين بتاعنا ما استجابش للادوية دي ما استجابش للكورتيزون ولا الخمسة امينو سلسلك اسد ساعتها بيجيدي وقول له هستخدم معا دواء اشد عنف واشد قوة اسمه ايه البيولوجيكال ثرابيه اسمهم البيولوجيكال ثرابيه العلاج البيولوجيه ده برضو نوع من انواع الاميونوصبريسيف نوع من انواع ادوية مصبطة جهاز المناعة زي ده واسمه الانفليكزيماب اللي بيشتغل ضد الانتي تيومن نكروزيس فاكتور الفا ده واحد من ضمن الانفلاماتوري ميدياتور اللي هي العوامل المسؤولة عندنا عن مين؟ عن الالتهاب طب امتى بستخدم البيولوجيكال ثرابيه دي قال لي مبدئيا لو كان المرض بتاعنا ده سيفير شديد جدا لو الكونفنشنال يعني العلاج التقليدي اللي انا قلت عليه فوق فشل انه يؤدي لو العيان تيرويد ديبندنت كورتزون هو كويس اول لما العيان بتاعنا يوقف كورتزون المرض ايه يسوق الله لا ده بيسموه استيرويد ديبندنت يعني معتمد على الاستيرويد يعني هيفضل ياخد كورتزون لفترة طويلة يبقى حيحصل عنده اعراض جانبية بنسبة عليه فساعتها بقول للعيان ده ايه لا انت من المفضل انك ايه انك تياخد البيولوجيكال ايه ثرابي بياخدهم بدوز قديد دوز مش مهمة خمسة ميلي جرام بركيلو جرام بادي ويت لا تهمينيش في حاجة الاندوكشن برضو بديها ايه ايه ببدأ بها اول مرة عند الويك زيرو يعني وبعد كده بديها عند الويك اتنين وبعد كده عند الويك ستة وبعد كده كل ست اسابيع بدي له جرعة ايه من ال ايه الدراجز ديت ايه كسروا كل 8 اسابيع بدي له جرعة من البيولوجيكال ثرابي لا تهمينيش في حاجة لها اعراض جانبية زي الالرجي الحساسية خلاص او لو شخص عنده مرض زي التي بي ممكن تعمله يعني المرض يبدأ ان هو يسوق طب في ادوية تانية ممكن استخدمهم اه اذرد ايميونو سابريسي في درجة اذا سيوبرين دوتاني اسمه السيكس مركاب توبيرين دوتاني اسمه الميسوتريكسيت او السايكلو سبورين بس اقلي خلي بالك الادوية دي بتروح توقف البون مارو بتعمل سابريشن للبون مارو بتاعنا فمن المفضل ان انا اعمل سي بي سي اسدن كل شهر منصلي ليه لان انا عرضة ان انا اجيلي ايه بون مارو سابريشن انتي بيوتيك احنا اتفقنا ان الشخص ده عرضة ان يجيله انفكشن قال لي لما يجيله انفكشن من المفضل ان انا احسن دوت دهوله هو مين؟ الميترو نيدازول نعمل انتي بيوتيك اسمه مترو نيدازول ده البس تكتبه جنبه امسكيو وطبعا بيبقي عنده مال ابزوربشن قديره شوية فيتامينات زي فوتين بي تولف منرل زي الكالسيوم والمجنزي طيب الحتة الوراه وديه مهمة جدا طبعا مش عايزكو تنسو لما يقول لي ايه لما يتكلم معي على ابسس افكر بردو ان ده اللون محتاج مترو نيدازول ها؟ طيب وقلنا الابسس كومون في حالته مهمة علاج الكمبيليكيشن لو الشخص ده حصل عنده بيرفوريشن يعني كان عنده ابسس والابسس ده حصل له بيرفوريشن فقال لي من المفضل ان انا عمله سيرجري اعمل عملية بس ما فيه وجود يعني بلس ان انا استخدم برود سبكترم انتيبوت كون مين البست؟ هو المترو نيدازول ادي كده اول حاجة تعلموا عليه اتنين لو الشخص عنده فيستيولا ببدأ معاك دواء اسمه الريماكيد الريماكيد ده واحد بيشتغل عندنا كنوع من انواع الايه؟ البيولوجيكال ثيرابي اميونو سابراسيف بيشتغل ايه؟ كدواء اسمه بيولوجيكال ثيرابي يعني علاج بيولوجي اسمه ريماكيد انجيكشن طيب لو الشخص ده عنده فيبروزيس عامل استينوزيس عامل ضيئ في الريومن بتاعنا بتاع مين؟ بتاع المورر اللي موجود عندنا جوه الانتستين وعمل اوبستركتف فقالي ببدأ مع العيان دواء ده الاول بميديكال تريتن اديره ادوية ميديكال ومالقمينو سابراسيف لو نوريسبونس يعني ما تحسنش بقلب على طول بايه؟ بسيرجيري بعملية طيب لو عندنا بريريكتال ديزيز اكتبوا كده بين قصين يعني الشخص ده عنده ايه؟ عنده ابسس عنده خراج فاعتها بستخدم ده اسمه المترونيدازول ده الفرست دراكتو بيوز تمام؟ مع الكورتيزون كاميونو سابراسيف ومع السيكس مركاب توبيورين عندنا ولو فشل العيان ده يتحسن اديره ايه؟ اعمل معا سيرجري مش مهم موضوع الرماكيت يبقى امتى بعمل سيرجري؟ لو الشخص عنده استريكتشر عنده حتة دايقة اما بخش اقص الحتة البيضة وارجع وصل الكولون تاني ببعضه والحتة البيضة دي ابقى ايه؟ عملت لها وعملت يعني اعادة بناء لمين للقولون بتاعها بشكل سليم لو شخص عنده فستولة ودي مهم وابتجي في الامسكيو في الاول ببدأ بميديكال تريتمنت اي نظور كده تطالع خلاص كده ببدأ الاول بايه؟ بميديكال تريتمنت خلاص وبعد كده اخش عندي الى ايه؟ الى سورجيكال تريتمنت لو فشلت يبقى تريل فرستويز انفليكزيماب ولو فشلت اخش على السورجري لو شخص عنده ابسس اعمله درينج اعمل سورجري لو شخص عنده انتستاينر اوبستركشن مش بيستجيب للميديكال تريتمنت برضه اعمل ايه؟ سورجري وكده نبقى خلصت علاج الكرونس طب بالنسبة علاج الارسورتيف كوليتس اول ده واستخدمه اسمه السالفا سالازين اللي احنا قلنا عليه كده هنا قلنا ده نوع من انواع الادوية بيشتغل ك 5 امينوسا سيلك اسد وسالفا بيريدين واحد من ضمن امينوسابرسيب بيسموه drug of choice ودي بتجيلكم كتركة امسيكيو طب لو العام ما تحسنش اخش على الكورتزون يا ام اورالكورتزون طب لو كان سيفير ال اديله انترا فيناس بريدنيزولون يعني كورتزون نوعنا الكورتزون بس يتاخد ايه؟ طب لو العيان كان كورتزون يعني معتمد على الكورتزون او ريف راكتوري يعني لا يستجيب تو تريتمنت لا يستجيب للعلاج ساعتها بستخدم ادوية تانية بتصب بالجهاز المناع اميون وصبرشي وقال لي لو انت هتستخدم الكورتزون لفترات طويلة من المفضل استخدم ده اسمه البوديسينايت ده بستخدمه لانهو بيكون لوكالي اكتنج بيشتغل بس في الانتستن وما عندوش نوع لتل سيستيماتيك سايد افكت ممكن استخدم باوروشجا سيربي زي الانفليكزيماب ممكن اعمل سيرجيكال تريتمنت ايه نوع السيرجي اللي انا بعملها لو شخص عندو ايه الارسلتف كولايتس الارسلتف كولايتس الارسلتف كولايتس اتفاق انه بيبدأ في عند الايه عندنا في التحت وبعد كده يبروغرس بروكزيميلي وياخد عندنا الايه الكولون بتاعنا فقال لي اعمل كولايتومي اشيل الجزء من القولون اللي بايز حتى لو اضطريت اشيل القولون كلهم خلاص والجزء من داع الايليم اللي فاضل عندنا ده بعمله كده زي باوتش اعمله زي كده شنطة اخزن فيها الستول ووصله بالاينس بالمنظر ده بالزبط زي المنظر ده ادي كده ده الكولون عندنا البايز حنقص الكولون كله وناخد الايليم نعمل منه زي باوتش ونوصله عندنا بنين بالاينس بالاينس على طول مباشرة طيب بيقول لي لو الشخص ده عنده ميجا كولون فاكرين ميجا كولون اللي قلنا عليه طب لو عنده ميجا كولون اولا اوقف الفيدن اقول له متاكلش تاني خالص وحط العيان في المستشفى على طول لعرض النيجيلو برفوريشن اعمل للعين بتاعي ايه كمان اقول للعين بتاعي لازم تاخد محلي الفور عشان ازبط عندك الفليود اند الكترولايت بالانس وديه انتيبيوتك عشان خايف النيجيلو انفكشن برود سبكترم انتيبيوتك واستخدم دواء اميونو سابريسيف مثل بريدنيزولون ولو العين ما تحسنش في خلال 48 ساعة دي مهم ما بتيجي في الامسي كيو بعمل ايه على طول؟ اعمله كوليكتومي اخش اشيل الجزء من القولون المنتفخ قبل ما ينفجر لان لو رابشر دايفرام ويعمل عندنا بيريتونية ساينز ساينز يعني ايه العين عنده حيبع عنده بيريتونايتس البريتون سينزل جوال فيسيز ويعمل فيه التهاب تقول لي على طول برضو لو فرضوا لو عامل رابشر لازم اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ البروتوليتس دا مميتة جمعة طب ايجي يسألني في الاثرتف كوليتس ومعلاش سعب بجيلكم في الامسي كيو قال لي لو شخص عنده ماسف هاموريتش مش بيستجيب للايك اعمله ساعته سورجري لو شخص عنده بيرفوريش اعمله سورجري لو شخص عنده فالمنانتو كوليتس يعني سيفير كوليتس اعمله سورجري مش بيستجيب لو عنده ديسبليزيا او ماليجننسي يعني بري ماليجننسي اعمله سورجري لو عنده توكسيك ميجا كولون برضو محتاج سورجري لو متحسنش في خلال اول تمانية واربعين ساعة وبكده نبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا